اليوم نشبت لكم اهم اخبار عالم الكريبتو اهم العنوين دي لات النشرة دي لوبراسيون خنق الكريبتو الفيرسيون الثاني خدامة ما كاملش واحد الساعة خرج الخبار بان الـ CFTC ماشي الـ ACC فهي دعات الـ Binance وكذلك مول Binance CZ بل هي غدي خرجوا منه الـ SHIP ربما خرج ديجا غدي نوريكم محتصورة بخرجو تيتاموهم بمسائل دي الـ Insider Trading غدي نضروف هذا الموضوع غدي شنوره وتباعيات دياله وفين غادي هاد مسائل? غدي نهضرو على بطبيعة الحال على الاقتصاد شوية الدولار طبيعة الفلوس وزيد وزيد وكذلك بغيت نوريكم واحد مسألة ليش هاقد هاد القادية دي ما تكونش غير هكوك النواب الأمريكيين ومن بينهم غني لكم واحد لكزامبل دي الواحد نائبة معروفة في امريكان فهي بدت كاتلي كيدل لزاسة دياله بالاخسارة وش هاد شي كيدليرو غير هكوك كنا نعرف الشركات القبار يعني جميع الشركات القبار منهم امازون تيسلا اه اي شركة بغيتي فيسبوك يعني اي اي شركة بغيتي كنا نعرف كين واحد الشخص هو امود هديك الشركة واشوف غايمو هدوكم ممارين الشركة اللي كيتحكمو فيها اليوم غادي نوريكم شكو اللي كيتحكم في هاد الشركة كو اللي كيتحكم في هاد الاقتصاد وهاد مسائل كاملة وغادي نقول لكم كذلك شكو اللي كيتحكم في المتحكمين هم تستعى بعد الفاصيل غادي نتركوا ان شاء الله الى هاد المواضع اخوتي وخواتي السلام عليكم معكم يونس من كريبتو بالدريجة كنتم لناتكونوا بخير وعلى خير ويا ربي بصحة جيدة كيف ديما كنشكركم كمان هنا للدعم جلكم على الكلام الجميل كنتكشبوني في التعليق كنقراهم كلهم اتشيكي يفرح وكيشرف الناس اللي تحقوا بينا فدعية من الاخرى تقول لكم مرحبا بكم كنتمنى ان المحتوي يعجبكم وانكم تستعفدوا وكذلك تستمتعوا به واللي باقي ما متبعش القناة يتبع عدده ويفعل ذاك الجرس باش ما يفورش فيديوهات مقبلة ان شاء الله وما فيها باس نذكركم لعل لا تنفعوا الذكرى الى عجباتكم هاد الحلقة اليوم بريد وتعاون وناه ما تنسوا تشتروني لايك كومنتين ومن اصدقاء والاحباب هادروا لنا اليوم وانتشي اللي كانت لكم وشكرا مسبقا وعلى بركة الله وبسم الله مشو يشوفو السوق في نوصل. شو سيدنا الماركت كاب? فحاليا واحد تريليون ومية وتلاشة وتلاتين مليارد دولار دي الفلوس المخشية في السوق دي الكريبتو اليوم اربع وشين ساعة الخرط داول تقريبا واحد لكم ديها تلاتين فاصل ستا مليارد دولار اللي اتبعت وتشرت بالنسبة ل دومينوز للبيتكوين فتقريبا مزارية في بلاصة سا وربعين فاصل ثلاثة في المياه دي الفلوس اللي كانت اجكت فتسوق كتمشي تقريبا كلها يعني ساور بعين فاصلها ثلاثة في المياه منها كتمشي البيتكوين وتمنتاش فاصل ستا في المياه منها كتمشي وشي الأخر فهو كيتفرق على لعملات القراء. عاليا البيتكون وصل 27000 امية اعلى ما وصل اللي 24 سال الخركة هو 28000 و 38000 كنا غادين مزيان حتى بدرنا هاد الهبطة هادي ما كاملة شوعة السعار غادين رجعوه على السبب دياله. فسبب هو ان هاد اللجنة هادي في امريكان ماشي بالعربية فالاسم دياله مشي تقلبت على الترجمة دياله بلاش نقولها لكم هي لجنة تداول العقود الاجلة للسلع الامريكية هي فدعو اوفيسي المون قال لك الباينانس تريدد وثري هندرد اكاونتس اسوسييتد وثي يو تشانك بانج زاو فهو ما قال لك السيادنا القوا بان الباينانس كالتريدي بتلتميات كونت تابع المول يعني تابع الباينانس بتابع المول الباينانس السيزي وهذا القادية اللي هي نورما مون كتكون ممنوعة فهاتي تكون تنظروا على انسايدا تريدين ادو اول نقطة سبعين واحدة سبعين من تهمة اللي اه ديني اه ليهم فقال لك باينانس تز نات ديس كلوز تو اتس كاسمر دات باينانس اس تريدين ان اتس اون ماركت فقال لك هنا يا منصة الباينانس ما كتعلم مش زبناء دياله ما كتقولش ليهم او لما كتخبرو مش بانهم احتا هما كيتريديو معانا في نفس المنصة يعني في الباينانس الباينانس نعم هاد القادية دياللي كيكون شوية نعم يعني شوية بحال نقولو دياله ما كيش كيقولو لا بالعربية ما هي مرة نتمو فهم شوني يعني ميمكنش يعني فينا هي النزاعة نتمو نتمو اللعبة نتمو التيران نتمو القازون نتمو الكورة نتمو الكل جي وما زال بيتتلعب ضد لي مجلي ما جات فهذا القادية دياللي انه مهما مغصر جكون تكون consistent with its apparent attempt to keep its priority trading activity on its own market, top secret فهوما قالك خب geworden نبغوش يقولو كين كدلك on information and belief, بانانس has not subjected the trading activity of مريت's peak sigma chain on approximately three hundred house accounts to يعني معنيناش فهو ما قال لك هاتلتمية اللي كانو كيستعملوه فهو ما ما كانوش مختصين بشي حاجة ديال ضد يعني في العباب حلاكة كانو كيدينوها فهو ما قال لك كانو مخبينا ديالقاديو كي يجدري ديو ويش هاد القاديا فغيمو صحيحة وللا ما نقدرش نقول لكم عنديش واحد طابعة الحال بحال هاد المسائيل ده يقدروا يكونوا يقدروا ما يكونوش يلمشوا وتكانوا عندهم فغيمو الحجة فها ديالقاديا دي قد تكون صعيبة ان الباينانس ترجع الميستقية دياله فربما السي زي غادي يقول لي بحالكة فاربيش مانجين قادوا ما وشيابو ويهزو لهم وديما هاد الربعة دي الربعة غادي نقول لكم لمعنى دياله بشي وسيدنا الواحد الخبر تالي اللي عنده علاقة بالطبيعة الفلوس في امريكان فتحالها دي قلت لكم بانهم وزيرات الاقتصاد دارت واحد في اخر نشراكتها لكم فهي جمعات جميع وشاندوك المسؤولين عنده في الملاد وتافقوا بانهم فالبنك الفيدرالي وزيرات الاقتصاد المالي ديال امريكان وجميع المسؤولين في امريكان فهما قرروا باش يعطيوا البنوك يعني الشيك ابيض يبداوا ياخدوا الكريدي كما بغوا يشريوا من عندهم دوك الساندات اللي هما هالكينوم حاليا باش يعني جوج ديال تريليون ديال الفلوس اللي ربما غادي تانجكتوه من هنا اللي عام الجاي في سوق ديال امريكان جوج ديال تريليون الفين مليار ديال الدولار حاليا الفاد هاد المستوى اللي احنا فيه دبا حاليا بالنسبة لمهمة فاشولك قضية صعيبة زادوا الفلوس غادي طلعوا لانفلاسيون حمسوا الفلوس غادي رسول البنوك زادوا الفائدة غادي يموت الاقتصاد في امريكان في مدهروا اعلام هما حاليا المشكلة انهم غير ذا باكي اجلوا هاد المسألة هي ديال القدام ربما من هنا واحد عشر سنين او للجينراسيون اللي غادي تجي من بعد واشي هدا هو الحل ولا اللفة من الاحسن انا من نظر يشي يقولوح بس خلي ونفرق غادي انتمحنوا واحد اربع سنين ومن بعد غادي تنعش عوتي الاقتصاد ونبنيو شي حاجة جديدة ولكن كيف تجيو فوق هاد السيستام مونيتر القديم ما باغيش يحشم وهم ما باغين يشدو ابلاسهم بشي وسيدنا الخبر تاني اللي عندو علاقة بكينيا كينيا قللكت تسيني واحد الدين مع السعودية وكذلك الامارات باش تشري البترول بالكينيان شيلينج يعني بدك العملة ديالكينيا تخيلوا معي وليوما كان واحد فيديو ديال الرئيس ديالكينيا اللي دار بوم في الانترنت ويتنوري لكم فوق يعطي قللك نصيحة الناس اللي عندهم هما الدولار فقللك رانجو ما غادي تمشي وزي عمل الخسارة الى بقيتو محافظين على الدولار ديالكم يو برا دو وات شو ماس دو يعني قس الواحد يدير ذاك شي الخصوية لانه بطبيعة الحال يلا زالوا جوش تيل تريليون عون شان بدي تطبعو غادي تفرقعو الاسهم غادي تفرقعو الاسواق لا ديالك ريبتو كان ديالكتو غادي تفرقع معه ولكن واكن فين غا مشي ناس اللي فاهمين شوي تليكون امر كيف يموهدك شي لاش بطبيعة الحال هاد الكينيان الشيرينج طلع قبيلا بعد ما تتعرض على الدين هذا سبحان الله العديم قبيلا كانت هاد العملة هادي التحت دبها هي بتاتي كانت بامبا عجز وينا بحال المسائل هادو كيف يفرحوني شي وسيدنا بطبيعة الحال السيزي حاليا فهو قال لك سيدنا وين وان دور كلوزز اوبرز اوبرز اوبر وانز اوبرز 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 سيد الله باب حتى تحل بمئين الف باب ولا مئة الف باب هو شي اللي بغاي يقول لنا فقال لك اه كورت كريبتو الفيرمز ان هونج كونج افتر مي لاند بان فهما قال لك بدو تيشوفوا بانا اه البنوك الشينوية فهم بدو تيتانت رسو اللي كريبتو سبحان الله العادي امريكان كانت عدد قتة تدعي وبغا تتخنق الكريبتو وسبحان الله العادي مشينو اللي كانت حالة دي ضد الكريبتو وكانت ما تتحملش الكريبتو وكانتباني البيتكون وتتباني الماينينج دي البيتكون فهما بدو تيتلقوا اللعب وبغاو اعتراك تيو هاد اللاندوستري هادي سبحان ما بتدير الاحوال فكي تنشوفوا هنا يا شاينيز بانكورت فيرمز ان هونج كونج افتر ميلان بان زف دي الشركات لاحظوا قال لك بان في هونج كونج هي ما شيف يعني هونج كونج يعني ديك ديك المنطقة اللي تابع على الشين ولكن تما كي بزف ديال تلقي اللعب الاقتصاد كي بزيفة الشركات يدلون بقاو ودعبا ولا ولاحظوا بان البونوك يشين وابغاو يديروا البيزنس مع ديال الكريبتو وشي عزالية بوزيتيف. انا غدي شوفوا فينا شي غادي ديك شي لاش سيزي كيف قلت لكم قال هاد المسألة دي ما تيحد الله ما يتيسد الله باب حتى تيحد الله عامل باب واحد قر. كذلك هاد المسألة هادي خرج وقال بانكس نيد كريبتو فخرج هو تدير على واحد الخبر اللي خرج هنا اللي عنده علاقة بالمانيا. كسر من الف ومئةين كليون عادي يعني بنكة تقدر تتابع في المانيا تعطي لكسي تدير تريدينج ديال الكريبتو يعني سبب هو ان واحد البنكة اللي هي كبيرة ها كيف هما داروا منصة خاصة بهم اللي عندها علاقة بالكريبتو اللي غادي يجيب دي في هالكريبتو وهات من الصادفة هما قد يقدروا يعطيوا لكسي لجميع البونوك الأخرين اللي كذلك هما يعطيوا لكسي لكليون ديالهم اللي بغي تريدي الكريبتو يحافظ عليه ما ولا يشريه يبيع وشريه هاد المسألة دي اللي هي يعني شي خبار لي وزوين انه يخرج وماشي شي حاجة اللي هي النيكاتيف كانت مني عندنا البونوك والخشحة اللي كانت واحد البنكة فكانت قلت بان رد دخل الكريبتو فالاخر آآ ارجعت على كلامها نحن شوفوا هات القادية دي فين غادين مشي وسيدنا آآ السياسيين في امريكا فنانسي بلوسي جاستيس كلوزد لوسز اوف نانسي بلوسي الناس اللي ما تيعرفها هي هاد هي هاد غي تياري هدي هادك المستشارية كانت رئيسة المجلس النواب في امريكان وهي كانت دي الدموكرات مسؤولة على الدموكرات وزيد وزيد فمانيا ما تكيني دي وهي اكشيف هاتش دي السياسة يعني كانت عرف تدير اللوبيينغ والسياسة من اتها الزيد ويا كانت زكرا وغير زبها تكون قاعة رئيسة امريكان غير ديك ديالكلين طول اللي خرجت لها فعودة فهاد السياسي ديش حال دي كانوا تتاهموها بانسايدا تريديك انها كانت مشي كانت شري الاسوم ديال الشركات اللي قبروا اللي قبل ما يتعلن على الديل ديالهم على الصفقة اللي داروه مع الدولة مثلا وهي كانت كتشري السامر خيس ايتي ايه كانت كتجيات نقنيقة وكتبيع من ايك يطلع السام ولا يعني كتكون كتدير داك شي واحدك فحاليا لاحظوا بحيط ما في امريكان جميع ان هو بخصومة ديك لاريو اشرة واشبع وفات شي دي الاسوم فحاليا بدأ وقالك تقريبا في جونف يخرج هاد مسألة هذي بان هي انها بدأت كتبيع يعني بدأت كتبيع يعني دياله في الخسارة باي بال فدرت اائمية وثلاتة و خمسين الف دولار الذين خسرتها فيه يعني في المبيعات ديالها في الخسارة باعت للاسهم دياله بخسارة ديالة نصف مليون دل دولار خسرت فيها تقريباmachen 200 حمすごculات친دلق دولار وزيد. هذه المسألة هذي فاس بحالة العديدة ما كتشرش بالخير يعني بحالها داكت ذاتين دومنيا تشوفهم. بدأو تيبيعو. قبل ما لنات الشركة. شحالة دي را كانت هي اللي كده والاسهم دي را. واش كي يظنوا بانه غادي تدي واحد الوبر انفلاسيون كبير اللي غادي تقضيه على شحان من حاجة. اللي غادي تحطم الاقتصاد وغادي تبوزيه الواحد لمدة طويلة. ضوعنا. احنا غادي نشوف هذه مسألة اللي غير بتنشاركها معكم. وكل واحد افكر. مشوا سيدنا شي حاجة بوزيتيف. سوني فايلز باتن تفور اين اف تيز توالاو ترانسفيرز بتوين جيمز. انت كونزول. فالصوني شركة الصوني اللي احنا تنعرفوها. فهي خرجت ودفعت واحد لباطنت اعلاق بالمسألة دي الكريبتو والانف تي. ان الترانسفير الانف تي ديه لك. من الجيم الكونزول ديه لك. يعني بتوين الجيمز والكونزول. بعن الناس اللي غا يشتريوا دي زين اف تي. بتريك تيك تلعب فيفا. فتقدر تشتري مثلا شي اين اف تي ديالشي لائب ولا شي توني ديالو ولا شي سبر دي الاسبيسيال. وتقدر تحولها. فهو ما كيفكرو بعيدة دي المسألة اللي هي بوزيتيف. كذلك خرج الخبار اللي عنده علاقه بامازون والانف تي هاد الخبار هاده واش صحيح ولا لا مهم يخصي يشاركه معكم. فهاد الا واحد من هاد الصحفيين. فهو كان جديد الابونمون ديالو ديال ديال الاسمي ديال امازون خرجت لي وصفت لي هاد الكونفرماشيون. good news your order has been completed and your digital token is now in your gallery. keep in mind you won't be able to resell it until it is unlocked. if your item isn't locked within لن نفع كونتاكتي. فكيت تشوفو لستينك عن اين اف تي فرسي فربما امازون كي وجد يخرج شي ماركت بليس عنده علاقة بل اين اف تي. هما قال لك خرجت طولي هاد مسألة هادي غير مهم جاتش هاد مسألة تستغرب. واش بغير ما هاد القادية هادي صحيحة. اولا لا الله واعلم. ولكن شحال هادي سي او دي الامازون لي روم روم بلاسي آآ جاف بيزوز. كان قال بي انه بتابد حال امازون مع انتري سيا فرقم واحد الان اف تي س. واش كي وجدو شي خبارات احنا غدين نشوفو. بشي وسيادنا الخبر تاني. اللي عندو علاقة بل اه تري. آآ كي تيقول فسكالتري يونين فسكالتري يونين فكنا كان عارفو مشالا شركة الكبار. بحال مشالا امازون اللي قدرنا عليها كنت شايف بيزوز هو مولاها. اولا تيسلا مولاها هو آآ ايلون ماسك او زيد او زيد. ولكن الاغلبية اللي ما تيعرفوش هو ان هاد النسادور هما باعوا واحد الحصة كبيرة ديالهم من هاد الشركة جادو في حالة دي. اما فاش كانو تيقلبو على الكابيطال بشي يكبرو الشركة ديالهم او زيد وزيد. فكل واحد ديالهم. ولكن كتعرفوش كولك يشري دائما هاد الشركة. كولك يتحكم بحالة الحصة اللي ماشي سهلة في هاد الشركة. انا غادي نقول لكم غادي نبدو با امازون. كنا كان عارفو امازون. غا مشي ونشوفوش ناما الطوب عشرة دياللي زيز تشيشو اللي هما شاري الاسهم ديالهم. فيلا مشينا نشوفو طوب او نرزش كون او نزل الاسهم دياله الشركة هادي. قدي لقاو. عندو تقريبا ستة فاصلة تمانية وخمسين في المية دياله الشركة هادي. بلاك روك. بلاك روك اللي كنا كان هضرو عليه. تلاتة فاصلة تلاتة وسبعين في المية. وكلقاو عاو تاني هاد ايس اس جي او فانس ماناجمنت اللي شركته هي معروفة عندات كدليك يعني تلاتة فاصلة تمانية وعشرين في المية. يعني هادو كتلقاوهم ديما في التوب تلاتة. هنو اضروح هنا على امازون. بشو نشوفوا معتلاين الشركة الخارج اللي هي الفابت جوجل. مش هن مناحن احسان نظروح على كوكل. كلهما التوب. عشرة ديال اونرز ديالو. اللي هما كيشه. كان لقاو رقم واحد فانقارد. رقم جوج بلاك روك. ورقم ثلاثة سعة والثاني ستيت ستريت. غير من غير منا نظروح على التوب ميتوال فاند هولدينجز. لي هما تمام انفستين في جوجل. كان لقاو كدليك فانقارد وفانقارد وزيت وزيت. معني مشيو سيادنا احنا يلا الشركة الثانية اللي كتعرفوها ميتا فيسبوك تكونو ما الطوب اونرز ديالا فيداليتي بلاك روك ووند ستيت ستريت مشيو عاو تاني الشركة اخر ولا بنكة اخرى اللي معروفة جي بي مورغان تايز جي بي مورغان اكبر من اكبر بنوكين امريكان اكبر البنوك اللي عنده واحد بزاف على سوق الذهب مش نكونوا واضحين جي بي مورغان بنكة تري في ميريكان اشكون الطوب تان الاونرز ديالا او اللي الطوب تري كالقاو دي فانجارد جروب بلاك روك ستيت ستريت سبحان الله لدي مشيو سيادن شركة اخرى مايكروسوفت كنا قنعرفوها طوب عشرة ديالهم فانجارد بلاك روك ستيت ستريت فاتقريبا نسيرو نشو مفضار باقي ما ودنش المودنش دو جوجل وبشرو تقلبو اي شركة تتعرفك في العالم كامل دير جوجل ديالا دخلو دير طوب اونر ديالا غادي تلقى سان بورسان واحد من هات ثلاثة هادو غايكونوا ديما هما في القيمة وإلا لقي تي شي شي شاركة في الطوب ثلاثة اللي انتا ما كاتعرفو مش من غير هات ثلاثة غادي تلقى هادو كليف ثلاثة مشارينهم هادو هات ثلاثة هادو كيفاش غا نقولك ولكن إلا جينا نشوفو هاد هاد بلاك روك ما تشان اللي كان ندروح لها كون هما اللي انفستين فيها يريدك تكون مالينها إلا جينا نشوفو الطوب اونر ديال بلاك روك تلقىوا بانا دفانجارد هي اللي شارية فيها جميلة في سلاثة من ستين في المياه بلاك روك فاند انفايزر شاركة تابعة على البلاك روك وكذلك عوجاني ستيت ستريت هادو هادو شارين هما مستثمرين في بلاك روك يلا جينا نشوفو الخرين يلا جينا نشوفو سيدنا فانجارد نقولو فانجارد هي في كل شي ونشوفو شكل يشاري فانجارد شكل يمستثمر فانجارد فلقوا بانا بلاك روك هي اللي شارية 14.24 في المياه دايمانشن فاند انفايزرز تلقوا عوجاني فانجارد جروب وعوجاني هنا لتحت ستيت ستريت يعني دقيقنا في زيتنا زيتنا في دقيقنا ويلا يمشي نشوفو ستيت ستريت كل مولا ها قديلقوا عوجاني دفانجارد جروب دودج اند كوكس وستيت ستريت يعني اه وفي نواه بلاك روك كيف طبيل الحال خمسة فسنة واحدة ورمائين في المياه وهات الشاركة هذي مجالا ما قديل بحمنتها قديلقوا ستون برسون داخلين فيها بلاك روك كيف تتشوفو كيفاش بغيتوا هاد الاقتصاد هدي يزيد القدام فاحنا ملي تنقولوش حالة دي بلاك روك ارا غادي دخل ستوق الكريبتو دخل ويحكموها ارا يغمي عقلوش على الزيد 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 فاركة شوفارهم مش هادين كل شي يعني انتو ما قولوا لي كيفاش بغيتوا انتو ما في فيسبوك اه فيسبوك بغي يدير بزنس بغي يخد كريدي غي يمشي الجي بي مورغن فامتي بغا جيف بيزوس يدير شي حاجة غالي سيفطو الشي بانك اللي هما تاو ما دي رينا ولا غالي وما يقولوا لي فاش دير واش تفعل واش ترك تسلا وزيد 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 فهما لي كيتحكمو في الاقتصاد فعنا مجي نقولو روما كيش شد دنسوق شد دنسوق بمعنى الكريمة وما يغرركمش لأسماء نا ما يغرركمش لأسماء يعني تروال لي وما شد دنسوق فانجارد بلاك روك واكد عليك ستيت ستريج واللي فغامو شد دينو متى هما مهي ما راح يعني راوريشكم مش كل يشد شي ولكن ربما شوحدين غايقول لك الروتشيل شوحدين غايقول لك الله وعلم انا بارك عليها وصلت غير لها تلات ساعدو كالاخور اللي بغاي يزيد فتفكار ديالو امشي شي وسيدنا الخبر تالي اللي بغيت كده لك نشاركه معكم اللي عنده علاقة بالاربيتروم جاستن سان فقال لك تاوة توصل بواحد الحصيصة ديال الاربيتروم في الاردروب سبحان الله العظيم قال لك اه بحالة تقول مخصوش فهنا يا كنت شوفو توصل بواحد الكمية ديال خمسة الاف وميتين وخمسين اه حبة ديال الاربيتروم فتاوة شد شد البستيو بدات يدير تاوة يسواب ويدير بغايزة احمل بغير بس بحالة العظيم ومعني ما تسرورة اضبر على خمسة الاف اه حبة ولكن هو كانت يستعمل فهمت اللي يترونزاكشون بالفوليوم تكشيرها جاتوا هذا الكم كثيرا فتقريبا ستلافوا سبعالاف دولار حولك الاكتوات سويت المنصة اللي هو بي شي هو سيدنا الخبر نخلي بغيت نختمه بكم وهذا الخبر هدا ديال Greenpeace مع سيدنا الناس نش بغاوا يقولون بغير بيتكوين's code is gonna take teamwork we need everyone involved from companies and government officials to crypto enthusiasts and climate activists so like and share this video and follow Greenpeace USA to join the movement to change bitcoin's code change the code ف Greenpeace هاد المجموعة دي اللي كتعرفوها فهما الهدف ديارهم في هاد السكولات اللي داروا الراس ديال ساتوشي اسموه بقاوا ان هم يديروا الضغط على الماينرز ديالبيتكوين باش يبدلوا الكود باش يتحول البيتكوين من البروف اوف وورك البروف اوف ستيك هدا هو الهدف ديارهم وجابوا واحد الفنان ودار هاد هاد السكولات هدا وهاد مسألة هدي غير حاجة وحدة اللي ما فهموش فالناس ديالبيتكوينز فهما بدو تحكو وعجبوه هاد السكول كهدا وبدو كي يديروا دي ميمز والالارت يستبرعها صوفة وخرج وقال لك ما كانش كيستحابوا بان البيتكوين شي حاجة ديالك حلو ولا بيض فهو الحد الان فبحي لاقل شي ندم انه دار هاد المسألة هدي ولكن هاد هاد السكولات هاد السكولات هاد سكولات هدي غادي غادي تبقى يعني دكشي المجهود اللي دارتو غرين بيس فالضرب لي هافز زيرو من طرف الفنان اللي مخلصها. فكانت سادي مسألة هدي اللي بغيت نشاركها معكم اللي هي مهمة فكي تشوفو مشي تسمعو غير غرين بيس وتيقو ولجه عجارة كوشي كي يضرب غير على مصلحكو. كانت سادي النشر المسألة هدي ديالي ومكانتمنى انه استفتوا منه وانكم متعتو بها كنضرب لكم معاين في الحلقة المقبلة ان شاء الله كنقول لكم السلام عليكم تسمحو على خير بصحاف توركم والله المعين